على مسافة 775 كم يمتد مشروع طريق الرابط بين تندوف وزويرات بموريتانيا في مشروع مهيكل مهد له البلدان باتفاقية تعد سابقة في تاريخ الجزائر على الصعيد الدولي في ميدان النقل والأشغال العمومية طريق حيوي هام لطالما شكل أحلماً لسكان المناطق الحدودية وللمتعاملين الاقتصاديين من الدولتين مسواعدة جزائرية ستنجز الجزائر لأول مرة منذ الاستقلال خارج حدودها مشروعاً حدودياً ضخماً يربطها بموريتانيا تنفيذ المشروع الأول من نوعه تبناه تحالف يضم عشر شركة جزائرية حيث ستتكفل الجزائر بتمويل إنجازه مما يسمح لها بتسيير طريق مدة عشر سنوات قابلة للتجديد محطات الخدمات والوقود التي سيتم إنجازها على طول الطريق بهدف تزويد المركبات وشاحنة نقل استلاع والبضائع بالوقود ستتكفل بإنجازها واستغلالها شركة أفضل جزائرية فيما سيتابع مكتب خبرة ودراسات جزائري عمليات مراقبة تنفيذ المشروع المشروع الضخم يندرج ضمن مساعي الجزائر لتعزيز التواصل بين البلدين ما يسمح لها بالانفتاح على أسواق غرب إفريقيا وتنمية المناطق الحدودية لتحقيق حركة اقتصادية نوعية في المنطقة طريق تندوف الزويرات يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد على الصعيد الإقليمي ويشكل نواتاً لاستقطاب الاستثمارات باعتباره منفذاً استراتيجياً يتيح للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين تعزيز المنتوج الجزائري واقتحام الأسواق الخارجية لأسيما دول غرب إفريقيا ترجمة نانسي قنقر